اشتركوا في القناة الكوكب المراكوشي سيردوان كلمة اولية السلام عليكم شكرا على هذه الاستضافة حقيقة فأشياء اللي خليتني نوافق على هذا المشروع هو الفارق كبير كالكوكب كانت شغيرات كبيرة الحمد لله وكانت ضمانات أن هذا الفارق الحمد لله يدير مشروع يرجع للمكانة اللي يخصي يكون فيها هو قسم موطنية الأول إن شاء الله تمنى إن شاء الله هذا المشروع يكون ناجح لأنه عدة أشياء تغيرت ومش أنا أمور كثيرة يعني في واحد طريق الجيد من السلطات عليا السلطات كالوالي يعني اللي تستضف حقيقة استضف المسؤولين واستضفنا كذلك الحمد لله كل شي مجند بشرت الفارق العريق اللي يحبوه بعد جميع المغاربة ولسه يمر الرجوين اللي يحبوه لأنه من أغير من التعليقات اللي يشدي الناس أنه قاعد يمكن شجعوني باش نأخذ هذا هذا الفارق باش إن شاء الله بمساعدة الجميع يعني جميع الفعاليات وكل الجمهور باش نرجعوا هذا الفارق للقسم موطني الأول لأنه عندي وحد شريبة الحمد لله تلتاشر سنة يمكننا رجعت فيها فارق من أقسام الهوات إلى قسم موطني الأول احترافي وخليتوا في قسم موطني احترافي وكش كانت كنت نشيد درت المناسك الحجات السنة وكانت سبب أنني ما كنت معاشي فرق يعني كنت معاشي فرق عن كونتاكت ثلاثية مع واحد فريق ولكن من مشيت الحج كان واحد تأخر وهم كانوا يبدأوا يعني يختاروا مدرب أخر بقال شعور ذي المدرب دي الفريق اللي ما كانش عنده مدرب ولكن قيش أنا ويا أنا والتونسي وهم اختاروا التونسي نحن يمكن نبقى في الحال لأنك تخصت تعطى فرصة الإطار الوطني لأن هذا التونسي غير معروف أنا كنشوف واحد إطار وطني مغربي لحقق نتائج إيجابية وقدمه السوارع قسم وطني الأول بإمكانيات بسيطة كان نعطي الأولى المدرب قسم وطني مغربي لأن نحن ما قلنا نشفنا شي مسؤول تونسي تصل بشي مدري مغربي وعطاه فرصة كما كانت يعطي فرصة أنا مش ضد المدربين ولكن كان مدري عنده إنجازات كبيرة مثلا كان البرنصرتي اللي مثلا معروف وشاب نهار 2013 بألقاب وصل نهائي سياردون وشاش ماشي صالح مزيانة للكوكب نعطي القيصة سبحان الله كيف أشكش هذا المشروع كما قلت لك ما ما تطلت الفرصة الواحد آخر يعني أجنبي ما تطلت نحنا في فرصة قلنا الحمد لله يعني تقدر تبقى أول تقدر تبقى واحد دورات سيجي يعني سيجي واحد دورات خمسة أو سترة كدك العام بدأوا بستاش وسيلو بثانية وعسين مدريب آآ من جات هاد يمكن جات هاد الفرصة دي للمشروع يعني تصلوا بياش ناس وتصلوا بياش أخصائي تقنيين وطلبون يعني هذا مشروع ونمشيت درس المشروع وشفت المشروع كيف يش دير وشف الضمان ديال وعجبني هذا مشروع قلت لي ما لق إن شاء الله نعود ونشتغل على واحد المدى يعني قريب ومتوسط وطويل هذا اللي كان خلال اللقاء ديالي مع رئيس رئيس لجنة الإنقاذ أن يكون واحد المشروع اللي غيكون قصير ومتوسط وطويل المدى على خمس سنوات إن شاء الله بشر رجع الفريق المكان ديال إن شاء الله من خلال آخر كلام ديالك سيردوان على قصد درع الأمد القاري المتوسط البعيد وش نقدر نقول بأن المدى اللي يعني يحتوي العقد ما بينكم بين فريق الكوكم مراكوشي هو طويل ولا قصير ولا كيف الحيتيات ديال لا هو العقد فهو عقد في جميع هاد شروط يعني يعني عقد أهلا أربع سنوات وأربع سنوات خسن الفريق يوصل لقسم وطني الأول وإن شاء الله من قسم وطني الأول يعني غدي تكون سنتين أخرى في العقد إن شاء الله لأن خسك تنجح لأن ما تنساش أننا بدنا معطلين يعني مؤخرين كتير كتير بالسف هاد الناس باش تعرفون معقولين يعني يعطوك مشروع يعني كل سنة كل قسم فيه سنتين يعني لن نحن نكرر نجح يعني تكون غير سنة سنة ولكن الناس كيف يفكرون مشروع مشروع تيبغي شوية تيبغي واحد لإستقرار وتيبغي إلا مكان استقرار وما غير نجح هذا مشروع نتمنى إن شاء الله يكون مشروع قصير ومتوسط ومن بعد يكون طويل مادة باش نحن تجربة دينا نعطوها للفريق والفريق ما يقعش أخطاء اللي خلات ويرجع لإذا المرتبة اللي مخصوش يرجع لها لأن إنساء خصو يعني يستفد من الأخطاء ديالي وما ما يمكن هاد أخطاء اللي كانت سبب باش هاد ناس كل تجمع ويعني السلطات ومسؤولين ورؤساء القدام باش يعود يرجو هذا الفريق للحريق للمكانة دياله الأصلية سيد ردوان أنا كان صراح يعني واش ماشي مغامرة منك طبيعا الحال مع دماغتي يعني الحلاوة كيف قلوت الاحتراف ترجع الآن للقسم ديال الهوات خاصة تكتعرف يعني خير العارفين بأن قسم الهوات أنا ترددش يعني كان حتى ضد كبير بالنسبة لي يعني السيدات عواد الناس دوب الشيق العوني ونا آمن بالمشروع يعني يعني أنا متردد رماشي سهل رأي مغامرة كبيرة ونا عارف أنا يعني ماشي باقي صغير دب الحمد لله أنا عندي وحد ثلاثين سانة بين مدرب وبين وبين لاعب يعني لأصديقة ديالي اللي نصحوني يعني خديت نصيحة من الناس خدينا ضامنات من بعض الناس آآ حتى يعني نسألت العقد كان عقد جيد عقد يليق بمستوى ديالي بمستوى فريق كبير مراك شي لقيت الناس يعني بغينا بغينا حقق يمكن لم لا يمكن كما قلتي تعود دخول تاريخ ترجح الفريق دائما بمجهودات ديالناس كما قلت لك كان تاردود كبير بنسبة لي وكان واحد ثلاث ايام صعبة علي باش وافقت حق لان كما قلتي انا قلت واحد خمسة دولات عارف رتي غنخدم وانا انا نتصل بيا باش نطلب مسامحة من نازل القسم وطني التانية لانا نتصل بيا نازل ثلاث فروق واحد فرق كان باي صعد ولكن قلت لهم ان انا انا عيت تلتاشر سانة يعني كانت ضروف ما كانت ضروف شي عارف تمحنت باش وصلت يعني كتلعب بواحد فرق صغير ما بروش يعني تمحنت بويت حاجة انا رتاح فيها ما ما بغيش رجع ريكوري يعني بغيت نقاب بلاسي ولا نزيد قدام ولكن هذا مشروع غرني نتمنى ان شاء الله ننجحوا فيه هذا تحدي بالنسبة لي هو مغامرة ولكن تحدي ولكن الناس ستعرف وردوان الحيمر ان شاء الله هذه الكورة اللي قدمنا قا نحاول نقدمها مع الكوكب موراكشي يعني كورة جميلة هجومية ان شاء الله ونقدمها اللي ما مع الكوكب والتوفيق يبقى من الله سبحان وتعالى أنا حاجة وحدة اللي وعدون الناس ان هناك استقرار وهي آمن ومدى مشروع ان شاء الله سردوان غير بالنسبة لسمحتي من هنا البداية اول مباراة وانطلاق البطولة الشيء الخارطة اللي رسم سردوان يعني نظرة ديالك استعدادة كيف تكون واشغ يكون تربوس خارج مدينة مراكش في مدينة مراكش كيف تلتقي مع اللاعبين امتغت بذات تدريب قاعد اسئلة كيف حال الجمهور المراكشي ولكوكب على وجه الخصوص حقيقة فما تخص تعرف يمكن هذي سابقة في التاريخ يمكن الفاريق تقريب ستقال ثلاث السابيع وستبدأ البطولة صعيبة يعني خسنن نجاه يعني نضاعف المجهودات اه انا انا نضاعف المجهود نشوف بعض اللاعبين اللي ما بغاهم مش فروق وكانوا كي يستعدون غادي ساعدونا اه صعيبة صعيبة بزاف لان على الأقل كان خسنا واحد ستوى ثلاثين يوم وعلى الأقل شهر ولكوكين دابا صعيبة واحد واحد ثلاثة وعشرين يوم تقريبا ولا ربعوش يوم يعني غادي تبدأ البطولة انتمنى ان شاء الله يعني ذوك اللاعبين اللي غنختاروا يكونوا عندهم تجربة ويساعدون لان لكن بعض اللاعبين اللي غايكون عندهم عقد دي السنة اللي غايكون عندهم سنتين حسب المشروع وحسب العمر دي اللاعب غايكون واحد اول تداريب غايت بداء ان شاء الله الغد ان شاء الله واحد اسبوع غادي نهوها بمقابلة حبية ضد فريق كلا في قسم الهواتش الشباب هورا ومن بعد غادي تكون عندنا تربص ان باقي بين طان جوء قدير ان شاء الله هنشوف اللي غايكون انسب وفي الملاعب وغاين ان شاء الله واحد ربوز العشرة ايام ان شاء الله سردوان كسؤال الاخير يعني كلمة وتعليق ديالك في حق السطاف اللي سيكون معاك يعني ما فينا بالامس توصلنا بانك غالبية من ابناء مدينة مراكوش واش انتع عندك علاقة مع السطاف واش كين تناغوم كين واش كين واحد وجهات تفكير واش واحد الخارطة الطريق لي موحدة بينتك هو حقيقة يعني تقريبا السعلي للناس دول السيما يعني الموعد البداني اللي معروف وتقريبا كان خدم وكمبيطان بالنسبة المدري الحراس يمكن ابن الفارق كيبقى المساعد تاني لانا عندي مساعد الاول ديالي انا كتغني اجيب سطاف ديالي كامل ولكن كنت سطاف ديال يخدم يعني ما جات وخدم حتش كان بعض الناس اللي يعيش من الكورة ويمكن بقى ينتظرني انا كما قلت لك كان الحج والي اخرني وكان هذوك الناس من جوهم للموعد البداني للمدري بحراج جوهم عمل ممكن بقى يتسننو يقدر الناس اللي لما كانش يدخل الوليدات كان بعض الناس اللي عندهم خدمة تكون عنده يعني خدمة مشكلة عندهم مدخول ولكن هذوك سطاف ديالي انا كان عندي محلل الاداء محلل الاداء يكون غرق قصة الموطنية الاول وكان عندي مدرب الحراس وكذلك موعد بداني ومساعد اول كان مساعد ثاني غادي نقسار من الفريق اللي غنمشي له كما قلت لك المنس الحج الحمد الله احسن حاجة انتظر لان الناس وعدون يشي فور ان شاء الله الى انتظار الى مدرب نجح سندخل انا وكما انا اتمنى ان شاء الله نجح فيه وهذا تحدي وما غير خائف لان الحمد الله الناس رحبوا بيا كبروا بيا تصلوا بناس باش تصلوا بيا باش حاولوا قنعوني لان قلت لك مغامرة اي مغامرة انا عارف مغامرة ولكن ان شاء الله اللي ساعدك هو كين الظروف كل ما كان الظروف لان قبل هذه مغامرة كين فاريق عنده تاريخ جاء مسؤولين كبار ان شاء الله انا قبل هذه مغامرة سيما احنا نضروع للتاريخ يعني فاريق كبير فاريق عنده القف كاس العرش تحد الفاريقي يعني بزاف امور بطولة لاعبين ربما مليجاور تيوم سيردوان كتعرف هم كتعرف القيمة اللاعب المراكوشي وكتعرف طاقة اللقيم في مدينة مراكوش انا خليك مساحة حرة لنداء الجمهور المراكوشي والكلمة الجمهور المراكوشي والكوكابي بصفة خاصة وقت الجمهور اول الفاريق عنده جمهور كبير انا اشتم غير في قسم وطني التاني واخر مباراة في قسم العرش في برشيد احنا كانت جات واحد ربع المتفرج هذا فاريق عريق مرجعي من كبار القوم في المغرب هاد الناس احنا وقالوا ناجي نعتقوا الكوكب اجي رجعوا الكوكب انا كاراجاوي بيضاوي وبقيت في الكوكب ان الناس قالوا اجي راكين الكوكب اجي رجع واخر اجي المكان انا تناغرت على الكوكب يزيد شاعد الفاريق ويقف الناس اللي جاء وان شاء الله مشروع باش يرجعوا يلعبوا في قسم وطني الاول لان هم خاص يلعبوا في قسم وطني الفاريق اللي عنده ملعب كبار تاريخيين عنده بني تحتيار عنده تاريخ عنده قاعدة موفاق سردوان وكانت بنالك حد موفاق في المهم ديالك ومطابط الحال مراكش الرياضية بيت بيتك ومرحبا بك في اي وقت